وكان الرجل مثالاً للعطاء، مثالاً للإخلاص، مثالاً لبذل سخر بيته، سخر أولاده، سخر أمواله سخر حتى ما استثمره من بيت في زلفانة أو في وهران يعني سخره للعمل الخيري يستضيف فيه اليتامة، يستضيف فيه الشيوخ يعني يقوم برحلات الإكرام يعني فالرجل كان يطبق ما تعلمه من الإسلام كان يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فعل الخير وفي إكرام اليتامة والأرامل الحجر بحميدي رحمه الله كان مؤسسة خيرية قائمة بذاتها يعني رغم ما كان يتعرض له من مضايقات أو ربما من بعض الناس ليديروا العثارات ويجيبوا الفتاة وهذه تعالى العمل الخيري مكاش والجمعيات هذه بدعة ولكن مع ذلك كان لا يلوي على شيء يعني اعتقد أن العمل الخيري هذا هو باب من أبواب الجنة وكان يقول أظن أنه أقرب طريق إلى الجنة وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى فشق هذا الطريق